لما بقول الكتاب ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد ما هو المقصود بالأعمال الصالحة في الحقيقة كويس أنك أشرت الموضوع ده لأن ناس كتيرة بتقول مش الأعمال الصالحة تقبل عند الله وتنفع أنها تسترضي الله ولا ما تنفعش أقول عن الأعمال أربع حاجات أولا أن الأعمال محدودة والخطيئة التي ارتكبت في حق الله خطيئة غير محدودة هب أن إنسان فقير ساعي صغير تعدى على ملك البلاد وهو ماشي قدامه تعدى عليه بشتيمة أو بسباب أو بآخره وبعدين هذا العامل البسيط عاوز يكفر عن غلطته فهيعمل يعمل إيه؟ يقدر يعمل إيه؟ عشان يعوض الغلطة الجسيمة اللي عملها ضد ملك البلاد ده تشبيه بسيط الله الذي أسأنا في حقه غير محدود أعمالي أنا أنا الإنسان المسكين مهما عظمت محدودة لا تكفي حاجة تانية أن هذه الأعمال الصالحة ليست تفضلا منه يعني مش لما بعمل أعمال صالحة ربنا أقول لك أترخيرك أنت عملت يعني اللي محدش عمله ده ربنا خلقني عشان أعمل الأعمال أمجده كوني أنا ما بمجدوش يحسبني على التقصير موظف اتعين عشان يأدي عمل إذا أدى العمل محدش حقوله متشكر إذا قصر في عمله بياخد جزء لماذا؟ لأنه هو جهي تعين لكي يؤدي هذا العمل الله خلقني لمجده في شعية 43 يقول أنا خلقت الإنسان لمجدي خلقته أجبلته أصنعته فعندما لا أمجد الله يحسبني وعندما أفعل كل البر كما قال المسيح في لوقة 17 إن فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا عملنا ما كان يجب علينا يبقى أول حاجة الأعمال محدودة نمرة اتنين الأعمال الصالحة ليست تفضلا منه الأعمال الصالحة ليست بديل عن الموت أجرة الخطيئة مش أعمال صالحة أجرة الخطيئة موت افرض إن أنا عملت أعمال صالحة هل ده تتكفر عن الغلطات اللي تستوجب الموت الإجابة كل أدي مثل هبقى أن إنسان خير معروف في البلد إنه خير بيعمل أعمال صالحة كتير بيبني ملاجئ وغيره مستشفيات وهذا الشخص ضبط متلبسا بجريمة التجسس على وطنه يقولوا ده أصله راجل خير حنسمحه عشان التجسس حينسى كل أعمال الصالحة نتيجة الجريمة البشعة التي عملها في حق الوطن أو أن شخصا آخر أتى الزوكت أو أتى الرئيس البلاد مثلا لأنه راجل طيب وبيحسن على المساكين في الأعياد وغيره يسمحه عشان أتى المراته أو أتى الرئيس البلاد طبعا استحالة الأعمال الصالحة ليست بديلا عن أجرة الخطيئة التي هي موت لم يقول الله أجرة الخطيئة أعمال صالحة بل أجرة الخطيئة هي موت آخر حاجة أن الأعمال الصالحة التي نحن نقول عنها أنها صالحة هي ملطخة بنقائص وعيوب الطبيعة البشرية إحنا بنتكلم على مستوانا لكن الله البار الديان ليه مستوى مختلف تماما يقول عنه إلى ملائكته ينسب حماقة السماء ليست بطاهرة أمام عينيه هو ذا نفسه القمر لا يضيء أمال الإنسان أعمل إيه أعمال صالحة ثم استمع إلى شهادة الوحي إشعية 64 يلصرنا كلنا كنجس وكثوب عدة يعني خرق نجسة كل أعمال برنا وقذبولنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا يبقى إذن الأعمال الصالحة اللي أنا بقول عليها صالحة الله مش شايفها كده واحد قال إن الأبيض الناصع في نظري وفي نظر الله الساكن في نور لا يدنى منه رمادي قاطب الأسود في نظري أكثر سوادر في نظر الله والأبيض في نظري رمادي قاطب في نظر الله يبقى إذن المسألة مش إن أعمل أعمال صالحة لأن زي ما ذكرت إشعية 64 الآية 6 صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة خرق نجسة كل أعمال برنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة